اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متابعنا للشواق عدفي نحيكم مرة اخرى وفتتبعنا الملف وجريمة قتل الشاب ناميل الذي توفى في ليلة عشرة وبالضبط في قليم الجديد بجماعة ملاي عبد الله من بعد ما استمعنا وتبعتوا تصريح للطرف الاول للمتهمين في هذه الجريمة وكذلك الاسرة الان تصريح الطرف الاخر وهي ام وكذلك عم الشاب نبيل او المرحوم نبيل اذا اول حاجة البركة في رأسكم بعدها ثاني حاجة نحن سمعنا تصريح المتهمين في هذه الجريمة وسمعنا العائلة نحن نسمعون لكم انت كامل وكنت حاضرة وكيف ما قلت لي ان والدي مات بين يدي تعودين لنا دي كليلة كيف يجلس عندكم يعني بتصدقائك انا كدب على كدب انا من صدق عشرة والدي مات انا من اللي وقتها بحركة جاعد يوحد درس صغير قالي يا والدك رمدورينه اخوت بجوج قالي يا جواد ويوسف انا اساس جاينة انا من ناقشين من اللي جيت هي هذه محاطين حوى يجمهم اصلا سبعتني الولدي وسط منهم وانا كنت طلب في جاود كنت طلب فيه كان قولي هالعار لم يحيد والله شاهد علي انا من كدب شارع باعة انا ماشي بحركة منافقة انا الحقيقة نقولها كان سواء وانا مقدرت عصر في مصيل اللي مجلقة لقد قلت بحلقة حي دي اليوم ان شاء الله سنقتله هيا ديك دفعني انا ملي دفعني دفعني لاحني انا لم قد شغلت على رأسي لاحني ديك يبالي والديك يخرج فيه والاخر يدرب فيه بحض الباف أشي ديك يبالي بجوجة محملية ملي محملية على والدي دخت انا ملي ديك يبالي الدمية كله عمر دم يبالي الكرش يبالي يبالي الفم عمر ديك هو الدم النيوف الراس الان يبالي 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 عريان يغلق تقبة يبالي يبالي ي تغلق تقبة من يبالي 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 اخونا بيل يعني في ضربوها لا نقول لك إلى رفصلية وفلك في وجهه في رأسو والكشكوشة خرجية لي منها من ضرب في الجنم دياله فانتي معرتك مش لي من العصر ومباني يقدم خرج لي منها داك وماً كانت واحد مكان يرحيم له مكية لناصر وكان ناصر وكانت ويمة لا مش موت ش والدي وش يموت نا 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 ناماش ماذا نكيف من أسره؟ أصحابه ماء 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 يموتش ولدي ماء يفق هو ليس ما يفقه ما كيف تصرح دياله قالوا العكس أنه كانوا صحابه هم اللي يدوروا الاخوت كانت واحد وكان مغير يموت ولدي واسمح لي أن أقول لكم هذا الكلمة أعرف كل شيء وحس بي عندما كان معك اللحمية سيضربوه ومغير يضربوه سيتحاموه معك ياكو لله مغير يموت ولدي لماذا بلدي مكي كذب؟ أنا لم يكن هناك كذب ولا نافق أنا بغيت مرته تهضر سبا تاني، أنا بغيت مرته تهضر أنا بقى في الحال، أنا مغيتش ولدي مشي ضاحية وكان طلب من جلالة المالك ونطلب من السلطة ونطلب من حموشي هم يوريوني هم يتحكموا في هذا الشي كامل ووريون الحقيقة دي الولدي أنا ما كذبش علك ويحيى المالك وحيى محمد سادس وأنا ما كان نقول لك هذ كلمة السلطة كلهم داروا خدمتهم داروا كتار من خدمتهم السلطة أرجع معك اللحظة واللقطة اللي انتي كتشوفة في فولدك في هذه الحالة ما نكدبش لحدنا لا نريد شنفكر أنا مليش دم لم تكن لديه ضرب ولكن بل يدب كل شي كله دم من المهم الله بحلده يحشد بحلدك يدب حمله هذا سعناك صعيبة ما نكدبش علك دوني سبا تار في الهبان سبا تارى وكانت قلوش نفس سبا تار كيفاش حتى ما عقلش على راسي وكان طلب من جلالة المالك كان طلب من السلطة كاملة تعاونوا معايا ونطلب من حمو شي كان طلب منهم كامل ونو خارج الوطن وداخل الوطن تعاونوا معايا أنا مشوية في ولدي أنا مقصدش أنا جتي مرت ولدي ديرانا هنا والله شاهد عليها ديرانا هنا حانتين عزيز ليا لبنات وجي سوق رو عليا ولدي أنا موشي موجري ولدي مع مور وزلموس وضربهم دب اشتي هو أصلا دريم جوج فيت فيج جوجه مطلق مرت ورعن 12 غرزة دب اتدروا معالبت مرت جوجه المرت السابقة الشي لما كانش ضاربها حكموا عليا أنا بنتي الله هو دايما نهاز جنوية مع مرت الشي هو الشي ولادة عند ولادة كان بثلاثة 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 كهزوا جنوية وما كيتضاربوا بجنابة وما كيتحكموا وما عندهم همرا عندهم وما عندهم من يدافع عليهم وحاجة واحدة اللي غنطلب منك نطلب من السلطة ونطلب من المالي ونطلب من سيدنا ونطلب من الحموشي يتعاون معايا لنا مشوية في ولدي نشوفه مع العم الشاب نبيل الله يرحمه فضنار يعني انت تبعتي تصريح لدي الملتهمين ليوم وجواد الأخ ديالو شنو تحليل وشنو لقى الجواب ديالك لديك تصريح ديالو هذا التصريح ما منه تأشي فائدة الإنسان من اللي كي يرتاكب وحد جريمة وفي حالة غضب كيرتاكب الجريمة وكي يبدأ الدمور وكي يبدأ الدمور وكي يبدأ الدمور وكي يبدأ الدمور أخوة خاوي إنسان يفكر في الأول ماذا قتلتوا السيد سيد قتلتوا وما عصار في أنكم قاتلين عليهم تصوطنا حاضرين وحاضرين الناس وكل شيء ما عصب لماذا كتبرأ في رأسك لماذا كتلنا لماذا كتلنا لدينا لدينا تلقوا لي نات وتتلقيت السيد من الدار غدا به موت تكتل في قدام عبطل أم ديال الباشار وكي ديال وما تقتلوا وكي تخرقوا فيه واحد بباف واحد بموس وبالأخص أكبر غدار هو هذا جواد جواد غدار شيء تدري لأخر يوسف وهذاك شيء وخاك تلقى مسيكاتريسية وهذاك شيء وتيبي الفانيد وكيتقرق وهذاك شيء مغدار وهذاك المرحوم نبيل هما السلوطات كيف تعرفوا مع المروق عنده شيء بلان ديال أن نضرب بالموس ولا هزا السلاح ونظرب بتغني تكبر الناس خير منهم يترك هم حصوك وخير بلادي البعض يجب وخير يجب ويجب لا يعرف موجود ويعجب يترك هنا ويجب هم اولاد البلاد ولا أولاد من وم تل ترزق الله لم يسهل عليها ولكن أنتم مجرمين بالأخص هذا جواد جواد من أن الإنسان يخرجوا بذلك الموسط الذي يسلخوا به موسط رقيق ضربوا بي هنا وضربوا هنا وضربوا بي هنا لا يمكننا أن تشريح لأنهم يعلقوا ويقول لكم لا يمكننا أن يتقلوا بي وأنهم يتقلوا بي هذا ما لدينا قانون هذا ما أريد أن نحضر معك فهما قالوا في تصريح لهم وما لأمهم قالوا أنه نبي الله رحمه تلح من الدار لا أحراف احنا أم ديال الباشار هنا وكان الفيديوية ترى مليحين بأن السيد فين طيح فين طيح ومشاهدوا كل دار والناس دابة تقول لك رأي الله يفاتوا واذاك شي الناس اللي حاضرين في استجوابته واذاك شي الناس اللي داروا مع الناس يقول لك وامو مات قدامها أعباد الله بني الدار وهذا من تحر من الدار لا يعقل هذا هذا المراهجة قربة قربة شوية قربة شوية قربة شوية هذا ولا هذا ولا ولكن حنا ما غذيش نبهني وعلى هذا شي للإنسان اللي حصل لعون بلادم مصطوم واذاك شي انتي قربة شوية انتي حاضر انتي اياك اخوي أنا ما حذرتش يعني هناك يبالي أن أبي جاي جري ما هنش مستحهم جيرين هم ولكنه هو جاي جري كان شفت أمو غدا شادة منه هي وغدا شادة منه ولكنه اترجع نبيل عامر دمي طاح من السطح؟ لا يمكن ان يضاربه وكان يجري بدمه وخلطه وطاح وخي يكونوا ما في قلبهمش الاسلام وخي يتقدم ولدك على الرئيس من اللي تكون شاد والدك المرأة أم يعني احساس ديال الأم ما يضربش الدري قدامه وخي يكون رئيس را ما غيصورش لك ولدك لجودان كيدخل ولدك تاكي يصد عليه في الحفز هذا كيمكن لي يضربه هذا رأي شده قدامه ودربه لقد رأيت نبيل لقد رأيت نبيل جايك يجري بدمه لقد رأيت نبيل لقد رأيت نبيل لقد رأيت نبيل كامل دم يعني كامل عامر دم وعليش زعم هذه الصريحات التي داروهم أن صغير انتحار وأن نبيل وصحابه ويشعلوا العافية في البلاس اللي كان يبيع فيها جوات صندويتات التصريحات كاملة التصريحات كلها غير كذوب وعشوائي تصريحات ديال بشي جي ويدك وتسينين ومتكت بيع الشري توقعت المشكلة هذا كل ما من التشح تصريحات اللي سيقولوا هما جاوبة ريبو لنا ودالو هذا الشي سي أصطر عارفة كل شي ودخون داروهم ودك شرم كل شي عارفة بأن توقع تمت سيد ودخلتهم الخبار بأنه مات وخرجوا للدخل ودخلوا اليوم الهدار أنا رأي حاضر لهذا الشي واقع فمام؟ أنا والواليد ودريخويا هزيتهم الكلينيك ودريخويا ودخويا ميت بطاح ودريخويا هزيتهم من الكلينيك عندي الورق ديال بشي ودوزتهم وكل شي ما حلت شي طايحة هذي طايحة في السبيطار ما حلت معلق ودريخويا مكينش وانا كنجروا الناس اللي رحم لي من الواليد متطوعين طوعوا معانا ووجروا معانا ركت غدا تكون وعد الكاريتة كتر رأي دا ولكت وهذا الشي اللي يقول بأنه بجول البراكة وادشي عند البركة عمسة وقع تاضي ما تسيد وصاقوا بأن الناس خبار ونقزوا من الصح ودازوا من واحد دربوا ونقووش عيالات وما يقولوا لي وما تقول عيالات رأس سيدة كدقول لي دازوا من حداهم قال لي مهم لقتلوا نابيل قال لي وليا ما تشافين ما ناويش تقتلوه وزادوا هذه كل غبرة دياله من اللي رجعوه تلتشير ثلاثة تصباح وليا جاءوا دارهم ودخلوا ليهم الدور ونقروا بحث يقلبوا عليهم هذا البراكات عادت داروا قريبوهم حبطوهم للناس هذا الشي اللي كي واخا كأمر الله يحسن عوانك كيف مشاهدو قالك أنت حضرتش لأي أم لا تمنح شي نهار الطحفة لم أصبرتش أنا مرت في عدامي أنا أصدمت لأنني لم أكن أحمل الصداع لم أكن أحمل لم أكن أحمل المشاكل لم أكن أحمل الصداع وانا كان طلب من حقي وانا كان طلب من حقي لم أريد أن أضعي لم يettoها لم أقابلهم المطلقة مرتين وهناك صغيرة وجد صغيرة وجد بنت والله بدي وجدت شعري لابطت بواقعهم مرتين من البنيات لانظروا لم يتبقى المحل وانا كان طلب من جلالة المالك وانطلب من السلطات اطهائهم الله يكتر خيرهم الله يكتر خيرهم وانطلب من الحموشي وانطلب من ناس كامل من خارج الوطن ودخل الوطن تعاونوا مع هذا الانسان شوفت صراحة يا عمي بانا النابي هذا المرحوم لماذا؟ ان الشهد اللي كتشهد فيه الامة ديالالباشر اللي جات كون كان فيه الآذة يدافع على راسه وغايه السلاح وناو يمشي تضارب معهم وما غايقلوش معاه انا نقول لك لك النادي اخويا وانا اللي عارفو رم ربينو ولكن ماكي قاديش ما عمر نابيل اضربشي واحد وما عمره جات عليه شي حاجة باناو هادو قداره قتال هادوك المجريمين سرهم اقصى عقاب يكون هادو اخ اسمح لي واحد نقطة اسمح يا دقيقة هو قل الاخ ديالجاوات قال انه قبل كان ولدك نابي الله يرحمه مشاعتش واحد ملقه هو وهز عليه موس وجيش انتي طلبتيه وقلت لي فكو وقال قدربني السبعين ايش اضادرة اضادرة مكيناش اشترك الان في قناة اشواق او تفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة